اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل مساء السبت مساء الارقام والاحصاءات وطبعا طبعا لا حديث ولا صوت يعلو فوق صوت المجازر الاسرائيلي المتوصلة ضد ابناء شعبنا في فلسطين وفي غزة واحدثها طبعا المجزرة اللي حصلت النهاردة في مخيم النصيرات واللي بالتأكيد هتبقى محور حديثنا ومدخل حديثنا مع الاستاذ عبد الناصر انديل مساكوز عبد الناصر اهلا وسهلا بحضرتكم يعني نفسنا نتكلم في ظروف احسن لكن اسرائيل لم تترك لنا خيارا بالفعل احنا منتكلم في واحد من الايام الصعبة في الموجهات العسكرية على الاراضي الفلسطينية نحن نتحدث عن المجزرة رقم 3151 منذ السبع من اكتوبر الماضي 3151 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الابرياء والعزة من الشعب الفلسطيني يخبر بمعدل 13 مجزرة يوميا ده لو قسمنا الرقم بعضها كان بالغ العنف زي محرقات الخيام زي نقدر بمستشهى المعمداني زي مخيم المصيرات النهاردة ونحن اليوم نتحدث عن مخيم للاجئين يعني عملية وفقا لكل الاتفاقات الدولية هي جريمة حرب ومرتكبوها ويمكن النهاردة استطاع بن يمين نتنياهو ان يصبح رئيس الوزراء الاكثر دموية في تاريخ اسرائيل كاملة يعني عريقيل شارون بكل مرتكبه ده شارون ده كان ايقونة للدم ايقونة لسفك الدماء عدديا عدد الشهداء الذين نتحدث عنهم اليوم اكبر من مرة ونصف من الشهداء الذين سقطوا في عهد رئيس الوزراء الاشهر والاكثر كاملة في التاريخ الاسرائيلي وما فعلوا الاسرائيليين النهاردة في مخيم النصيرات كان الهدف منه مثل ما قيل التغطية على عملية نوعية بهدف تحرير اربع اسر هؤلاء الاسراء منذ عدة ايام كان في مباحثات سلاسية موجودة في القاهرة بغلق تحليل مجمل الاسراء صح عن طريق مصر سن لكن يبدو ان بنيمين نتنياهو يعلم جيدا انه كلما غاصت قدمه في الدم كلما استطاع ان يدفع عن مقعده وده كان السبب النهاردة ان وزير او عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بن جاتس الغى المؤتمر الصحفي اللي كان هيعقيده لاعلان استقالته وسقوط حكومة بنيمين نتنياهو عشان كده الارقام اللي هنتكلم عنها النهاردة ليست ارقام تحديث اليوم ولكن للاسف الشديد حتى الارقام بسبب كسافة تغييرها المواقع المعتمدة للتوصيق الفلسطيني بقت بتغير كل سبعة ايام يعني مركز الاحصائي الفلسطيني اللي اعتمدنا عليه في رصد الارقام اللي هنتكلم عنها عن المجازر واعف عندي يوم واحد ستة لانه الارقام بتتزاد بشكل كبير جدا وبالتالي لابد من توصيق الاحداث خم كده لو رحنا لي الحرب على فلسطين واللي النهاردة هو اليوم الاول من الشهر التاسع في هذه المعارضة نهاردة اول ايام الشهر التاسع الشهر التاسع وبالتالي ده يوم مهم جدا لو رحنا للأقام المتعلقة بالاحصائيات الجمعية للمؤشرات العامة على الحرب هنلاحظ ان عدد الشهداء حتى واحد ستة الماضي كنا منتكلم على ستة وتلاتين الف تمنمية تسعة وتسعين شهيد وده الرقم الموسط من جهاز الاحصائيات ستة وتلاتين تمنمية تسعة وتسعين يعني النهاردة كده وانت مغمض احنا تجاوزنا السبعة وتلاتين آل احنا تجاوزناهم ده على عملية نوعية النهاردة فقط لغير لكن لو ضم ضمية الخمس تيام اللي فاتوا احنا تقريبا متجاوزين هذا الرقم بعض المنظمات الحقوقية المعنية بالتوصيق بتتكلم عن خمسة أربعين آل هنا وجب بس الاسف انا اسف ان احنا بنتكلم عن الشهداء كارقام يعني بس هو هي الفقرة عبارة عن أرقام وإحصاءات لكن لجب ان تتوقفوا قدام الرقم ترقم يعني فاق مش عايب في الفاق المجازل الحرب العالمية الحروب العالمية ما بيقعش فيها الأرقام دي أكمله عدد القاتلين في هذا القطاع عددهم اتنين واربعة من عشرة مليون مواطن منهم اتنين واحد من عشرة مليون هجروا بالفعل ولما ضيف الجرحة والشهداء والمغادرين يعني السكان كلهم تقريبا ما بين نازح وجريح وشهيد بالظبط وده أكبر نوع من أنواع الاستهداف للسلمي أو لمدنيين وعزل في تاريخ المواجهات داخل الدول التدمير 389 ألف مبنى تعرض للتدمير بنسبة 70% من البنية التحقية للقطاع بأكمل استعادت هذا القطاع لأوضاعه الطبيعية حتى برغم أي تدخلات ممكن تتم ده بيحتاج على الأقل من عقدين إلى ثلاث عقود من الزمن عشان أقدر عشرين تلاتين سنة عشان القطاع ده يرجع عشان القطاع ده يرجع قابل للحياة قابل للحياة مرتين الاعتقالات وده رقم مهم جدا بدأ يظهر بشكل كبير جدا لأن اسرائيل بدأت تاخد إطار للاستهداف النوعي لاعتقال الفلسطينيين وده كمان داخل معايا في عدد من الجرائم اللي تم توجيه خطاب للأمم المتحدة به أمس اللي سرقت الأعضاء وده أمر زادت حدته وترته بشكل كبير جدا من نتكلم على تلاتاشر الف تسعمية خمسة وسبعين شخص رهن الاعتقال ولا يعلم أحد عن مصيرهم شيء وبالتالي الأرقام هنا كانت مهمة لو رحت للشهداء هنلاحظ أني عندي الأطفال وده رقم مهم جدا عشان كده أمس الخطورة وضع اسرائيل على القائمة السوداء نتكلم على خمستاشر الف متين ستة وتمانين طفل هو الأعلى الأعلى وتقريبا هو الأعلى في كل عمليات التطهير العرقي التي تم رصدها خلال التلاتين سنة الماضية يعني ما فيش حتى في بعض الأرقيات اللي وجهت نوع من أنواع التطهير في نزاعات داخل الدول ما حصلش عندي هذا الرقم منه يعني حتى اللي كم نسمعانه في التسعينات اللي هو بتاع كوسوفا والألبان و مش عارف كذا لم يصلوا إلى هذه الأطفال ما كانش عندنا أرقام من الأطفال بهذا الشكل النساء عشرةلاف وتمنتاشر لو جمعت الرقمين مع بعض وطرحتوهم من إجمال عدد الشهداء اللي متكلم في حالي 37 إحنا بنتكلم على خمسة وعشرين يعني ده أكبر تلتيب تلتيب ده بيوضح استهداف المدنيين أو استهداف الفئات اللي المفترض أن اتفاق الجنيه المنظمة لإطار والتأمين بالنسبة للمدنيين في أوقات الحرب القطاعين دول مفروض حتى في حالات الحروب صح لهم إطار حماقي معين مش موجود عنه قطاع الضفة فيه خمسمية وعشرين شهد اللي هي مفترض أنها نوعيا خارج المواجهات وده بيوضح أن العمليات بتشمل الأراضي الفلسطينية أو مجمل الأراضي الفلسطينية كاملة لو رحت لتحليل بقات الشهداء اللي هي الفئات النوعية وده كان شكل من أشكال الاستهداف المهم هنلاقي أن الأطقم الطبية 492 شهيد من الأطقم الطبية وده ناتج من استهداف المستشفى بشكل رئيسي الصحافة 147 شهيد دول تقريبا أكتر من 85% من إجمالي الشهداء الصحافة في العام الماضي بأكمل دول في قطاع غزة فقط لغير بعضهم كانوا مراسلين دوليين وأجانب عشان كده عدد كبير من المراسلين الأجانب موجودين على الأرض وبدأ الاعتماد على العناصر الفلسطينية الكوادر التعليمية 246 والرقم هنا مرتبط باستخدام المدارس كأماكن للإيواء موظفي الأمم المتحدة للإغاثة 152 وده أكبر رقم يعني حتى الموظفين اللي المفروض يغيسوا الناس لم يسلموا وما حصلش الرقم ده في تاريخ المنظمة قبل كده يعني في تاريخ المنظمة كل الموجهات المسلحة اللي هي تولد فيها أمور الإغاثة لم يستشهد لها هذا العدد على الأرض موظفي الدفاع المدني 196 التنوع بيوضح عندي أني الاستهداف شبه مسطح يعني كل اللي ماشي على الأرض بيتضرب مفيش أي نوع من أنواع التمييز اللي ممكن يخلق إطار حمائي عنه مفهوم لو رحنا من الشهداء للبنية التحتية اللي احنا تكلمنا عليها هللاحظ أني أنا عندي فيه مباني مهدمة يعني ضرب للمبنى بأكمله 25 ألف مبنى تعرضوا للتدمير الكل أزيلوا من على وجه الأرض إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تهدمت تهدم كله 87 ألف ربعمية وستاشر واحدة و 297 ألف لا لا مشكلة يا رئيس الوحدات السكنية عددها 87 ألف اللي تعرضت للتدمير النهائي أما للمباني المهدمة اللي هي لا هي دي داخل المباني دي من داخل المباني المهدمة والجزء ايه هو اللي 29 ألف الجزء اللي هو 297 ألف 27 ألف 27 ألف ده تضرر جزء فده ده جزء من دمار البنية التحتية عندي لو كملت في دمار البنية التحتية هنلاقي أني استهداف المقار الحكومية 189 مقار حكومي انت عارف عدد المقار الحكومية الموجودة داخل القطاع 91 يعني القطاع يقدمه موقعين فقط لغير يعني موقعين حكوميين بس هم اللي لسه هم اللي لسه قائمين قائمين على وجه الأرض المساجد ربعمية وستمية واربعة مسجد تم تدميرهم بشكل كلي الكنائس سبع كناس ودي كل الكنائس الموجودة على كل كل الكنائس صح الله الموجودة سيارات الإسعاف 136 سيارة إسعاف تم تدميرها 33 مستشفى خرجوا من الخدمة عندي مستشفىين فقط المتبقيين داخل القطاع بأكمله المدارس والجامعات ربعمية وستاشر مدرسة وجامعة تعرضوا للضمار بشكل كامل المساعدات خلينا نشاور أنه فيه تراجع فيه نسبة المساعدات للأراضي الفلسطينية بنسبة 67% بنسبة؟ 67% أوف دا لخم كبيره التراجع دا يعني المعدل اليوم دا بسبب الغلق اللي إسرائيل عملاه أنا لسه هاجل للنقطة دي عشان تبقى واضح إحنا كان عندنا إجمالي عدد الشاحنات أو المتوسط العام لعدد الشاحنات اللي كانت بتدخل للقطاع لحد يوم 25 مايو الماضي كان 176 شاحنة يومي هذا العدد تقلص إلى 58 شاحنة بيدخلوا عن طريق معبر كرم أبو سالم لأن مصر رفضة تماماً إنها تسمح بدخول مساعدات عن طريق معبر رفح طالما الجيش الإسرائيلي بيحتل الجانب الأخر هي مصر رفضة تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي للجزء الكرسيلي بالمعبر رفح لأن دا اتقرار بسلطة الأمر الواقع طبع وأنه لم يعد هناك قطاع مستقل أو ذات إدارة ذاتية طبع موافقة مصر وتعاملها معناه شرعانة الاحتلال بالضبط والولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بشكل كبير جداً وحاولت أنها تصل إلى حل وسط مع مصر لكن مصر في هذه القضية تتعامل باعتبرها أنها الورقة الأخيرة للشعب الفلسطين صح وإن ضياع هذه الورقة يعني انتهاء ما سمي بسلطة الحكم الذاتي في هذا القضاء حشان الكل يستوعب ليه النهاردة يمكن التقرير اللي كان حضراك ذاته من شوية يتكلم على أن القوات المصالحة المصرية بدأت تستخدم الأراضي الأردنية في إسقاط المساعدات بالطيران كحل بديل عن هذا مزبوط لكن لما نيجي نشوف المساعدات هنلاحظ أن فيه تنوع شديد ربما المواد الغذائية هي الأعلى بمية تسعة وعشرين ألف تسعمية تلتمية تسعة وعشرين ألف طن دي إجمالي المساعدات الغذائية عايز أقول لك أني إحنا بنتكلم وإحنا بنتكلم فيه نضرة في مواد الطعام حاليا وفيه تلت تلاف وخمسونية طفل فلسطيني عرضا للموت نتيجة نضرة الطعام عشان بس الناس ما تتعاملش مع الأرقام باعتبار أن الأرقام لأينا نتكلم فيه تمن شهور سابقة هذا هو ما دخل فقط الأدوية والمستلزمات الطبية تسعتاشر ألف تسعمية اتنين وخمسين لكن للأسف نتيجة عدم وجود أماكن أو مستشفيات لتوزيع الخدمات أصبح بناء الأكشاك الخشبية لتوزيع الأدوية على الفلسطيني هو العنصر الوقود لأعمال الإغاثة والمستشفيات عشر تلاف ربعمية كمسة وتلاتين طن الخيام وسيارات الإسعاف لتعويض سيارات الإسعاف اللي احنا قلنا عليها عندي ومع ذلك ما قوضناش العدد يعني احنا نتكلم ان العدد مئة ستة وعشرين اللي تعرضوا للتدمير الكل احنا دخلنا مئة تلاتة وعشرين بديل فقط حلو وبالتالي ده رقم مهم جدا عندي التراجع في المساعدات كان عنصر مهم لكن لو روحت بقى ليه الدول واحنا هنا واغدين اعلى الدول التي تقدمت بالمساعدات وهتلاحظ ان الفارق الهائل بين مصر وبين باقي المساعدات من كل دول العالم يعني مصر مقدمة مئة تمانية وستين الف ربعمية تلاتة وتسعين آآ طن مساعدات الامارات مقدمة اربعتاشر اللي هي بعد مصر مباشرة اربعتاشر الف تسعمية من استمر في الدول الرئيسية انا عايز اقولك اني في عندنا قرية في مركز المنصورة بمحافظة الاهلية الاسبوع الماضي بعتت 120 طن مساعدات لصالح الاشقاء في قطاع غزة الرقم ده اعلى من مجمل مساهمات تسع دول العربية قف قرية في المنصورة بعتت الاسبوع ده مساعدات اعلى من مجمل المساعدات تسع دول العربية تسع دول العربية كاملة على مدار تمنتوش على مدار تمنتوش ودي قافلة مساعدات واحد لو قلت لك النمازج عمار يا مصري مهمة جدا موجودة عندي على الارض لو رحت لي جهود الاغاثة اللي قدمتها مصر بشكل مباشر وده جزء مهم جدا هنلاقي ان مصر مع فتح المعبر للعبور اسناء الهدنة الاولى دخل 3764 مصاب الى الاراضي المصرية بصحبة 6191 مرافق للعلاج على الاراضي مصر العبور من القطاع الى الخارج اجمالي عبور الاجانب كان 66759 في حين ان عبور المصري كان 6330 لكن عايز اقولك ان هذا الرقم ظل موضع تفاوت كبير جدا بين مصر وبين عدد كبير من الحكومات لان مصر كانت رفضة السماح بخروج هؤلاء الاجانب الا مع السماح بدخول المساعدات الى القطاع بشكل رئيس يعني لكن مهمة كمان نشاور الى ان المعارك لم تكن نزهة للجيش الاسرائيلي الارقام اللي اعلنها الاسرائيليين عن قتل الجيش الاسرائيلي في العملات برغم التطور والتسليح والمساعدات الامريكية دي الارقام اللي اعلنتها اسرائيل نفسها ان فيه 644 قتيل من افراد الجيش الاسرائيلي و3730 مصاب الخسائر دي عالية جدا قياسا بمستوى التسليح وعدم موجودة خصوصا كمان ان اسرائيل ما بتوجهش جيش نظامي مش حرب نظامية ده ده جزء مهم جدا في الموضوع وبرغم الغطاء الحماي المهم اللي لازم ناخد بالنا ودي نقطة مهمة جدا ان فيه حاجتين مهمين جدا الاسبوع ده كانوا موجودين على الارض لهم علاقة بهذه الاحداث الحاجة الاولى التشريع اللي اقره الكونجرس الامريكي فيما يتعلق بمعاقبة قضاة المحكمة الجنائية اذا ادانوا اسرائيل ولاحقوا قادة اسرائيل وبالفعل مرروا هذا التشريع او جرى تمرير هذا التشريع المهم في التمرير ان كتلتين حزبين يعني تسندت لتمريره يعني ما كانش اشارة اللي سيد عبد ناصر بيقولها انه انتو عارفين المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام بتاعها كريم خان عمل توصيات بمذكرات توقيف وعتقال لاربعة من الشخصيات اتنين اسرائيلين اللي هو نتنياهو وزير دفاعه جلانت والسنوار وهنية بالزبط بعدها هبت امريكا وقالت انها لن تسمح بهذا الشيء طبعا مش دفاعا عن السنوار وهنية دفاعا عن نتنياهو وزير الدفاع وبرضه مش دفاع عنهم شخصيا لكن هم قالوا اذا ما تم يعني المساس بقيرات اسرائيل ربما غدا المحكمة الجنائية الدولية تستدعي او تطول بالايقاف وذكرات توقيف قادة امريكيين فلن نسمح بذلك فامريكا تعاقب المحكمة الجنائية الدولية بالزبط ده امر غير مفيد شوف المهزلة لكوميليا السوداء القانون تم تمريره باغلبية مئتين سبعة واربعين صوت منهم اتنين واربعين من اعضاء الحزب الجمهور مفهوم بس هنال ديمقراطين وجمهورين معه ده دلالته ان المواقف لان البعض بيراهن على ان الانتخابات الامريكية القادمة في نوفمبر ربما يكون لها نازم فده جزء الخبر التاني المهم جدا وانا شايف انه مهم جدا ان احنا نبدأ عند حضرتك ان في منظمة مصرية اسمها مؤسسة ماعد بدأت الدعوة لمقاطعة مؤتمر دولي تنظمه الامم المتحدة لنزع السلاح ترأسه اسرائيل ترأسه اسرائيل وبالتالي دي نقطة في منطهة الخطورة انعقاد المؤتمر دولي لنزع السلاح برئاسة اسرائيل برئاسة اسرائيل من 19 اغسطس الى 13 سبتم فبدأت الدعوة من منظمة مصرية للمطالبة اما بمقاطعة المؤتمر او عزل اسرائيل من رئاسته وده اختبار حقيقي لمنظمات حقوق الانسان العربية المجتمع الدولي كل المجتمع الدولي لو لا حالة لان الحركة الحقوقية لا تأثير كبير جدا وفي حالات سابقة استخدمت ادعاءات في ايقاف عقد مؤتمرات فاحنا قدام وقع واضحة قدام عملية النهاردة مهم جدا وعلى الناس كلها سواء منظمات او حتى النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ان هم يعملوا حملة دولية مهم جدا لدامة اسرائيل وطردها بره هذا المؤتمر او على الاقل عن رئاسته لان ساعتها تبقى فجاعة كبرى مش بعيد دعب زي ما انا قلت في المقدمة بالسخرية مش بعيد بعد كم شهر نلاقي نتانيا نتانيا بالزبط عشان كده انا كنت يا شايف اني ده خبر مهم جدا ان احنا نقوله ودعوة مهم جدا ان احنا نطلقها لاني ليس من اللائق ولا من المقبول حتى لو دبر تقول ودبلوماسي اني بعض الدول تتولى رئاسة المؤتمرات لكن ليس في هذا التوقيع لا طبع يصلح ان تكون اسرائيل رئيسا لانشارة في ملتهى القدور احسنت يا زعب ناصر وشكرا جديدا لجهد حضرتك والزملاء اللي مع حضرتك ونلتقي مساء السبت لا مساء السبت القدم اجازة بقى اجازة ان شاء الله بمناسبة العيد نشوفك بعد العيد على خير بإذن الله ان شاء الله شكرا لزعب شكرا لك شكرا لحضرتكم